لماذا هرب بشار الأسد إلى موسكو عشية الأمر؟ كيف نفسر تزامن زيارته مع زيارة رئيس الاستخبارات الإسرائيلي إلى أنقرة ومن ثم إلى موسكو؟ الحل بات الآن في متناول المجتمع الدولي ويستطيع المجتمع الدولي فرط حل ما على أساس قرار 2254 أو إعادة تشكيل معارضة وطنية منصة وطنية سورية الشاملة لأن المعارضة الراهنة التي تقاد من قبل تركيا وهي بمثابة معارضة مأجورة أقولها بوضوح المتمثلة في الاتلاف السوري المعارض هذه المعارضة لا تمثل وفقدت كل شرعية سياسية لدى شارع السوري وهذا يفسر لماذا تقدمت هيئة تحرير الشام وحظيت بهذا الدعم المجتمعي في سوريا ولهذا السبب أي محاولة من دولة مثل تركيا فرض أجندة محددة لمعارضة موالية لها مقادة من قبلها على المجتمع السوري أيضا ينظر بكوارث وبانقسامات وتناحر في المجتمع السوري المجتمع الدولي ينبغي أن يعيد النظر في هيكلية وبناء المعارضة السورية على أساس من الشرعية المجتمعية وينبغي أن يتمثل السوريون على قدم مساوى في هذه المعارضة وعلى نحو صحيح أما محاولة اقصاء طرف أو تهميش طرف أو كيان أو مكون من مكونات المجتمع السوري بتمثيل المعارضة القادم وفي تقرير مصير سوريا هذا الأمر سيفضي بالضرورة إلى مزيد من الانقسام والمزيد من الصراع وتأجيل وترحيل نحن الآن بإزاء ما يمكن نسمي إعادة إنتاج الأزمة السورية وإدامتها نعم يعني الآن هذا لا يفضي إلى حل بعض المحللين والمراقبين يقولون هذا حوار سياسي عبر المدافع وفوهات المنادق هذا غير صحيح هذا لأن الأزمة مستنقع الأزمة الراكد فاض به الأمر ولهذا السبب انفجر على هذا النحو الآن هناك شبهة عميقة تحيط بمواقف كثير من الدول المعنية بالملف السوري الروس لماذا يلتزمون الصمت الروس في حماء وفي حلب كانت قواف المصفحات المعارضة في وضح النهار تدخل إلى المدن وطائراتهم تقصف المدنيين ولا تكترث بهذا الأمر لماذا هرب بشار الأسد إلى موسكو عشية الأمر كيف نفسر تزامن زيارته مع زيارة رئيس الاستخبارات الإسرائيلي إلى أنقرة ومن ثم إلى موسكو طيب الدكتور بالأمس هناك تصريح ما الذي يخفيه اسمحيلي 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 هذا السؤال ما الذي يخفيه الطواتق غير المعلم بين بوتين وأردوغان وترامب بشأن ما يحدث الآن هل هو تمهيد الأرض لمقايضة بشأن الملف الأوكراني وأيضا أسمح لي أردوغان بقيام بممارسات تطهير عرقية في سوريا كل هذه أسئلة لا تجدين إجابة واضحة عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة